في زيارات سيد الشهداء ومر علينا هذا في الحلقات المتقدمة من أن الأرض ومن عليها من أن الخلائق جميعا ضامنة لدم الحسين ضامنة لثأر الحسين ولذا هذا الإنعكاس التكويني لم يكن جزافيا ولم يكن الكلام أدبيا هنا مثلما يقول أديب خطيب مؤبن لشخصية مهمة توفيت في هذا اليوم فيتحدث المتحدث ويقول من أن الدنيا حزينة من أن السماء مظلمة لفقد فلان هذا كلام أدبي يعني هذا حكي تصطير حكي هذا تصطير أما هذه زيارة فهذه حقائق ولذا يترتب على هذا أن دم الحسيني تكوينا لا أتحدث عن الجهة التشريعية أن دم الحسيني تكوينا أن دم الحسيني تكوينا متعلق برقابنا متعلق نحن مسؤولون عن دمه تكوينا لا أتحدث تشريعا فالزيارة تتحدث بلسان التكوين وهنا تأتي الزيارة فتقول وبكم يدرك الله تيرة كل مؤمن يطلب بها هناك حق للحسيني لا بد أن نسدده وهذا الحق تزديده في يوم القيامة تزديد عسير الرجعة مسار للذين محضوا الإيمان والحسين قيامته بعد الرجعة هذه المطالب كلها تأتي في منظومة واحدة يرتبط بعضها بالبعض الآخر حينما نقرأ في زيارات الحسيني في زيارة المخصوصة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان أشهد أنك طهر طاهر مطهر ذاتا وصفاتا وأفعالا أشهد أنك طهر طاهر مطهر طهر ذاته طهر والطهر مصدر فهو مصدر للطهارة والتطهير والطهور والطهور أشهد أنك طهر في ذاته طاهر في صفاته مطهر في أفعاله من طهر طاهر مطهر ألا لعنة على فتاوى مراجع النجف وكربلاء التي تقول بنجاسة دم المعصوم ألا لعنة على فتاواهم ألا لعنة على استنباطهم ألا لعنة على حوزتهم ألا لعنة على منهجهم هذا منطق العترة طهارة في الذات والصفات والأفعال أشهد أنك طهر طاهر مطهر من أين جئت يا حسين من طهر طاهر مطهر طهرت السياق يقتضي ذلك وإلا فما تقدم من كلام هو طاهر ذاتا طاهر صفاتا طاهر أفعالا طهرت بكل تلك المقامات وطهرت بك البلاد البلاد ما كان طاهرة وإنما طهرت بك والبلاد لا يقال لها بلاد إن لم يكن فيها بشر فلا يقال للصحراء الخالية من الناس يقال لها بلاد يقال لها أرض خالية البلاد هي الأرض التي يسكنها العباد هذه هي البلاد لا يقال للصحراء من أنها بلد البلاد هي الأرض العامرة ببيوتها وأسواقها وشوارعها وصناعتها وزراعتها وتجارتها وناسها وووو طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها هذه أرض كربلاء لها خصوصية ما هي جزء من البلاد لكن الحديث هنا عن تربة كربلاء وإلا فكربلاء جزء من البلاد لكن أرض كربلاء لها خصوصية فهي أرض جنانية ومصيرها أن تعود إلى الجنان إذا ما زلزلت الأرض فإن الأرض الكربلائية سترفع إلى أشرف المواطن في جنان رب العالمين هم حدثون عن ذلك هم أخبرون هذه ثقافتهم لا شأن لي بالثقافة القذرة لسقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بالثقافة القذرة لسقيفة بني نجاف إنني أتحدث فقط عن ثقافة بني فاطمة طهرت يا حسين وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها أرض كربلاء على اتساعها وطهر حرمك خصوصية لحرمك حرمك له خصوصية وحرم الحسين ليس الحديث هنا عن حرم الحسين عن المكان الذي يقال له الحرم في زماننا حرم الحسين قلبه قلبه وتاجه قبر الحسين لكن حرم الحسين يمتد إلى كل الأرض التي مشى عليها الحسين أي مكان داسه الحسين بأقدامه أو بحافر جواده هو هذا حرم الحسين حرم الحسين تحدده حوافر جواد الحسين هذا هو حرم الحسين أما قبر الحسين فهو تاجه فهو قلبه فهو جوهره وإلى جانبه تلك القبور الزاكية إنها الأرض التي مشت عليها عقيلة بني هاشم هذا هو حرم الحسين الأرض التي داستها عقيلة بني هاشم بأقدامها هذا هو حرم الحسين وأما كربلاء فهي أرضه إنها المساحة التي يجوز فيها أن نصلي القصر والتمام كربلاء كربلاء تمتد إلى فراسخ كربلاء بسعتها هذه أرض كربلاء والحرم حرم أبي عبد الله الذي الذي داسه بأقدامه وبحوافر 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 فرسه يا حسين يا حسين أشهد أن أشهد أنك طهارة أهلها وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك يا حسين يا معدن طهارة وأصلها يا أبا عبد الله هذا التطهير الحسيني هو الذي سيخلصنا من تلك الترة التي سنطلب بها إذا ما التصقنا بالحسيني بحسيني الحجة بن الحسن لا بحسيني مراجع النجف وكربلاء ذلك ما هو بحسيني الحجة بن الحسن بحسيني الحجة بن الحسن هذا الذي تتحدث عنه هذه الزيارات وتتحدث عنه هذه الآيات في قرآنه هذا هو قرآن الحسيني وآل الحسين وهذه زيارات الحسيني وآل الحسين من هنا تؤخذ الثقافة الحسينية نذهب إلى فصل حين أحدثكم عن الأجواء الحسينية وعن شعائرنا الحسينية وأقول لكم برغم العيوب وبرغم مخالفات شرعية موجودة في الأجواء الحسينية لا أستطيع أن أنكرها برغم كل ذلك فالأجواء الحسينية هي أنظف ما عندنا في الواقع الشيعي لأن أجواء المرجعية وآجواء الحوزة وآجواء العمائم قذرة 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 إلى أبعد الحدود أجواء الأحزاب الشيعية القطبية قذرة 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 إلى أبعد الحدود الأجواء العرفانية قذرة 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 المكان الذي جذوره نظيفة الأجواء الحسينية ولذا أقول نظفوه نظفوا هذه الأجواء أصل طهارة موجود هنا حين أحدثكم عن ذلك أنا لا أحدثكم بحديث العجائز مع احترامي للعجائز لكنني لا أحدثكم بحديث العجائز ولا أحدثكم بحديث الأحلام والمنامات ولا أحدثكم بحديث الثواب والأجر مع أن حديث الثواب والأجر حديث جميل لكنني لا أحدثكم بهذه المستويات ولا أحدثكم بحديث تدبيج الكلمات وصناعة العبائر وهذا جزء من مهنتي لكنني لا أفعل هذا معكم أنا أحدثكم بحديث البصيرة بحديث العمق بحديث العقيدة الواضحة بحديث الرؤية الثاقبة إنه حديث محمد وآل محمد إنني أحدثكم بمنطقي الزيارة الجامعة الكبيرة تحت هذا القانون كلامكم نور 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 أحدثكم وفقا لهذا القانون كلامهم نور يشرق نورا النور يفصح عن نفسه ويفصح عن غيره النور يرينا نفسه ويرينا غيره وكلامهم نور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره من الحقائق إنني أحدثكم بهذا المنطق بمنطق علي وهو يتحدث عن القرآن من أن ظاهره أنيق ومن أن باطنه عميق إنني أحدثكم عن جمال المناظر والمظاهر وأحدثكم عن عن عميق البواطن والبصائر فحينما أقول لكم من أن الأجواء الحسينية طاهرة في جذورها إنني أتحدث عن هذا العمق عن عمق حسين هذا أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها الذي ينتمي إليه سيكون طاهرا فانتموا إلى الحسين الحقيقي لا تنتموا إلى حسين السيستانيين أو حسين الشيرازيين أو حسين حزب الدعوة وأمثالهم انتموا إلى الحسين الحقيقي الذي يتحدث عنه القرآن بهذا العمق وتتحدث عنه الزيارات والروايات بهذا العمق ابحثوا عن حسين هذا حينما أبدأ الحلقة بقولي يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسين يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسين هذا هو الحسين هذا هو الحسين وقت الحسين وقت الحلقة انتهى للحديث صلة وصلة عميقة صلة عميقة لازال الحديث العميق يتواصل عن حسين ليس عن حسين في ذاته عن حسين في حقه الثابت في رقابنا من زار الحسين عارفا بحقه وصل الله عليك يا أبا عبد الله زيارة الحسين على البعد ثلاثا وصل الله عليك يا أبا عبد الله وصل الله عليك يا أبا عبد الله وصل الله عليك يا أبا عبد الله وحق أمك الزهراء أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي ترجمة نانسي قنقر